خلينا نصبح على زملتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار التقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات صباح الخير يا هالة صباح الفل يا مصطفى صباح الفل يا جمانة وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا هنبدأ طبعاً دلوقتي بجولة مفصلة عن أحوال التقس وبعدها جولة سريعة الأول المرور وبعد كده التقس الأول المرور نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وطبعاً هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديداً من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كسافات مرورية وتباطئ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس ومتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر شارع رمسيس أيضاً بيشهد كسافات مرورية تبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة كوبري 15 مايو المتجه للمهاندسين عليه كسافات مرورية أما شارع بورسعيد من نزلت كوبري أكتوبر في بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمرة في كسافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكرنيش من المظلات إلى وسط البلد في كسافات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه للمؤسسة فهيلاقي سيولة مرورية مع عدى بعض الكسافات عند المظلات وهنستكمل جولتنا من محافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعملت أثناء تركيب الكامير الحديدي عند منطقة البراجيل فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفت ومن طريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر هيشهد سيولة مرورية لكن المتجه للمهندسين فيه كسافات اللي المعتادة قبل طلعة الدائري ومدان لبنان لغاية نادي الزمالك لو كملنا الكبري 15 مايو هنلاقي فيه كسافات بسبب أعمال توسعة الطريق أما شارع الهرم فبيشهد كسافات مرورية والكسافات دي بتزيد مع ساعات الزروة كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات فيه كسافات كمان للمتجه لكبري الجيزة المعدنية في شارع فيصل هنلاقي فيه كسافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية مكملة لحد كبري فيصل وكمان بتظهر بعض الكسافات التانية في شارع السودان والغاية جمعة القاهرة ومدان النهضة حد ما نوصل لمناطق بولاء ومبابا أما محور صفت ففيه كسافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجمعة القاهرة تعالوا دلوقتي نروح مع بعض محافظة إسكندرية هنلاقي فيها كسافات مرورية عند كبري ستانلي على طول الكورنيش وكمان كسافات متفوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كسافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كسافات مرورية ولكنها متحركة هنكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كسافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كسافات مرورية كمان فيه كسافات مرورية في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكسافات المرورية كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة دلوقتي جولة سريعة مع حضراتكم عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس حيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد في شبورة مائية الصفحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23 أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 وأقل درجة حرارة في كاترين 17 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم التقسو بالتفصيل بس بعد شوية دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة واستكمال فقرات سبع الخير يا مصر شكرا لك يا هلا